مرحبا بكم فيديو جديد فيديوهات علم حياة الارض ونشوف فيها الاناتيكتية الاناتيكسي وعلاقتها بالتحول ولدراسة هذه العلاقة عندنا المحور الاول تحليل خريطة جيولوجيا هذا ضروري باش كنعرفو علىش كنتكلمو ثم المحور التالي من تحول الى الاناتيكتية ثم المحور الثالث ما هي ظروف تسلوب السهارة الغرانيتية سنبدأ بالمحور الاول هو تحليل خريطة جيولوجيا هنا عندنا بطبيعة الحال خسكم تردوا البلد للحويج الخريطة الجيولوجية طريقة تحليل هي تختلف عن تحليل المقطع الجيولوجي لان الخريطة الجيولوجية توضح ما يوجد على السطح ولهذا نقول بان تبين الصخور المستسطحة لهذا الدراسة دي الخريطة الجيولوجية تكون على سطح الارض وليس الاعماق وبالتالي قلنا بان تحليل الخريطة هو مختلف عن تحليل المقطع الجيولوجي كنقترح لكم الخريطة التالية اللي هي خريطة جيولوجية لمنطقة استفاد ما كلمة جيولوجية هي مهمة لان تبين الصخور متواجدة بالمنطقة ما هي هذه الصخور عندنا صخور دي البيرمي والميزوزوي والايوسين اللي هي احقاب او فترات زمنية صخرة الجرانيت ثم ما قبل كنبري هو يتميز بتواجد قنيس والميغماتيت اضافة طبيعا الحال الى وجود الفارق وهذا هو الدور دي المفتاح اللي كورينا جميع العناصر دي الخريطة اذا نركزوا على الصخور الاساسية اللي هي صخرة الجرانيت اللي هنا وصخرة اللي عندنا هنا ديال القنيس طبعا الحال اللي معه صخرة مهمة جدا لهي صخرة مدى الميغماتيت صخرة الميغماتيت يجد مهمة شنال اهمية ديالها لانه اللي كتبي لنا المرور في الاتجاه من القنيس الى القنيس هو صخرة متحولة وحنا كنا عرفوا بان التحول هو تغيير ديال الخصائص الفيزيائية والكيميائية ديال الصخرة في حالتها الصلبة بينما من كنت تكلمو على الجرانيت فحنا مباشرة كنت تكلمو على انسهار الصخور اذا شنو اللي يوقع في المنطقة وهو مرور القنيس الى الجرانيت بفعل انسهار هذا الانسهار في البداية سيكون جزئي بنسبة للميغماتيت ثم كله باش نحصله على صخرة الجرانيت وبالتالي فهذا المنطقة قلنا تتوفر على اربع انواع من الصخور شنال اربعة انواع من الصخور عدنا صخور اللي هي رسوبية في البداية عدنا صخور متحولة اللي هي القنيس النوع التالي من الصخور هي الميغماتيت اللي فيها انسهار جزئي ثم النوع الرابع من الصخور اللي هو صخرة الجرانيت اللي هي تدول على الانسهار الكلي اذا عدنا صخور رسوبية صخور متحولة صخور هاجينة اللي قلنا هي ماذا هي صخرة الميغماتيت ثم صخرة أخيرة أو نوع أخر من الصخور وهي صخرة صهارية الممثلة بصخرة الغرانيت ثم الغرانيت يظهر محتلاً مساحات كبيرة وفي تماث مباشر بالصخور متحولة خاصة الغرانيت لاحظوا المساحة التي يحتلها الغرانيت فهي مساحة كبيرة جداً ثم أن هناك تماث مباشر بينه وبين الصخور المتحولة والهاجينة ووجود ميغماتيت وهذه ركزنا لها بالمنطقة دليل على تصاعد تدريجي لظروف التحول شنية ظروف التحول بطبيعة هل هي الضغط ودرجة الحرارة هذ الارتفاع التدريجي أو التصاعد تدريجي لظروف التحول ستدوزنا من الحالة الصلبة إلى الانسهار الجزئي إلى الانسهار الكلي الآن بالنسبة للعلاقة التي تجمع التحول بالاناتيكتية فهذه العلاقة كنت اقترح عليكم دراسة المتال التالي سنأخذ صخرة أصلية اللي هي الطين وهي صخرة رسوبية فالصخرة رسوبية بطبيعة الحال بفعل مجموعة من العوامل التي نحددها في الضغط ودرجة الحرارة والتي يحصل لها مدى تصاعد فهذا الاتجاه عندنا أولا ارتفاع درجات التحول فشكيبان هذا الارتفاع المرور من صخرة الشيس اللي عندنا العينة الصخرية والصافحة الضاقة وكتبان لنا هنا لمشينا ركزنا على هذا الصافحة فكلقوا مجموعة بين قوسين للطيات الصغيرة اللي هي ما نسميه وش طيات لأن الطيات أكبر من ذلك لذا قلنا بين قوسين وعدنا هذه البنية التي تميز هذه الصخرة دي الشيس فنسميها بنية شيستية وهي بنية خاصة بصخرة شيست بعد هذا بعد ارتفاع درجة التحول كنحصل على صخرة الميكا شيست الفرق بينها مشي فقط في وجود الميكا ولكن ايضا تتغير بنيتها فنسميها بنية مورقة ولا لاحظتوا مبقاش عدنا هاتشكليش فينا سابقا ولا تعدنا مجموعة من المعادن كبيرة القد وفاتحة كتشكلينا انبوند او شارط ثم مجموعة من معادن صغيرة القد وداكينة اللي عندنا هنا فتشكل شارط تاني ويبدأ التعاقب بينهم منطقة فاتحة منطقة داكينة ايضا تتكرر هذه البنية في صخرة القنيس لاحظوا الاختلافات بين شكل ديال الصخرة خارجيا وايضا في الصافحة الدقيقة هنا لاحظوا ايضا هناك تبعا لدينا البنية بشكل واضح وجيد جميع المعادن الصغيرة والداكينة والتي تعدنا في شارط والمعادن الفاتحة في شارط تاني وكيبقى لدينا التعاقب اذا لدينا شارط اول فاتح داكين فاتح داكين وهو اللي يبينا بشكل جيد البنية المورقة اللي بدأت تعدنا في صخرة الميكاشيست وكملت في صخرة القنيس اذا فالترتيب من الشيست الى الميكاشيست الى القنيس ماذا نسمي هذه الظاهرة هي ظاهرة التحول ومنسوش الصخرة الاصلية اللي هي الطين الكل التي يعطينا متتالية المتتالية التحولية ثم بعد الوصول الى القنيس لم يتقrise عندنا الميكاشي messy تحول فنظل في الانسدهار الجزئي الذي يعطي الصخرة الميكماتيت اللي قلنا هي صخرة جد جد اساسية اللي كتبينا المرور من تحول الى الانسدهار الانسدهار جزئي تعطينا صخرة الميكماتيت ولا لاحظتم صخرة الميكماتيت أيضا فيها التعاقب لتكلمنا عليه ديال السر داكينة وفاتحة ولكن عدنا واحد جزء اللي شمنا هنا هو جزء اللي هو جرانيت لهذا فصخرة الميغماتيت غد ظربت شكل عدنا مجموعة من المعادن التي تشكل سرير داكين سرير فاتح ولكن عدنا جزء اللي فيه الجرانيت اذا متالفة البنية هناك نسميها بنية مورقة من هنا جابة البنية مورقة من هنا وبنية محبة بمعنى انها صخرة سميناها صخرة هاجينة بمعنى فيها جوج ديال الاجزاء اللي هي مشتركة كنسولوا الان على هذا الجزء التاني اللي هو البنية المحببة من انجبتها من صخرة الجرانيت الاناتيكتي وذلك بفعل الانسهار كله لاحظوا الان بنيات هذه الصخرة كعينة عندنا معادن فاتحة ومعادن داكنة ولكن تظهر الصخرة على العموم فاتحة او اكثر يعني وضوحا من الصخور السابقة بنيتها معادنها كبيرة القد وبنيتها الان هي محبب اذا هذه البنية هي اللي تخلينا نقوله بان صخرة الميجماتيت هي صخرة هاجينة تدخل في تكوينها الجزء الاول اللي هو القنيس والجزء التاني اللي هو القرانيت الان غد نشوفو المحوار التالت والاخير اللي هو ما هي الظروف اللازمة لتصلب الصهارة الجرانيتية الصهارة الجرانيتية بطبيعة الحال لكي تتكون خصنا مره من الصخور رسوبية تتحول الى صخور متحولة تزداد درجة التحول ندخل في الانسهار الجزء الذي يعطي الميجماتيت ثم انسهار هالكل يعطي القرانيت من سوش بانك نتكلمو على قرانيت ثم لدراسة دروف تصلب الصهارة القرانيتية كأعطي المثال التالي بطبيعة الحال في البداية عندنا صخور صلبة نسمي الحالة الصلبة ثم عندنا حدود التصلب والحالة السائلة اذا عندنا ممكن مرور من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة بفعل انسهار الصخور وممكن ان نمر من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة بفعل التصلب لكن لكي بقى عندنا السؤال ما هي هذه الظروف لهذا سوف نأخذ المثال التالي اللي فيه نقطة A بمعنى منطقة تشكل الصهارة ومثال الثالث اللي هو الصهارة السائلة ونحاول ان نتعرف على ظروف تصلب كل صهارة ما هو الفرق بين هذه الصهارة الثالث وهو الموقع وضروف الضغط ودرجة الحرارة اللازمة لتشكل هذه الصهارة إلاخدنا الصهارة هاد المنحنة اللي عندنا الذي نسمي حدود التصلب واللي كي بي لنا متى تتصلب هذه الصهارة باش نعرف التصلب هي طريقة ريادية بسيطة وهي بالإسقاطات الصهارة تتصلب عندما تقطع هذا المنحنة الذي يمثل حدود التصلب في هاد النقطة فلا بغينا ندرس الضغط اللازم هو عندنا فهذا النقطة شعرت تكون عندنا تقريبا 370 من باسكال ثم العمق اللي عندنا هو يتجاوز 10 كيلو مترات في الأعمق في هذه الحالة المسافة التي قطعتها هاد الصهارة التي تتصلب هي مسافة صغيرة فيمكن تجاوزا أن نسميها هاد جرانيت الذي نحصل عليه هنا بأنه جرانيت أناتيكتي لأن من شروط تسمية دي الجرانيت أناتيكتي أن يتم تصلبه في نفس منطقة تشكله أو قريبا منه الآن بنسبة للصهارة لاحظوا بنسبة الصهارة لا تتصلب بطبيعة الحال إلا عندما تقطع هاد المنحن اللي كعطينا يعني منطقة درجة حرارتها منخفضة شعر تكون عندنا تقريبا 40 درجة وفي عمق اللي هو قريب من السطح يعني قربنا للصفر الصفر هو مستوى سطح البحر فبالتالي هاد سهارة ربي ستعطينا أيضا جرانيت رقم اثنان هاد سنسميه رقم واحد شنو الاختلاف لتقدر تكون بناتهم في نظركم وهو الشكل الحبيبات وقد الحبيبات القرانيت الاول تجاوزا قلنا ممكن ان نسميه لكن القرانيت الثاني ما عنده امكانية لنسميه لماذا لانه تجاوز منطقة تشكل الصهار الاصلية لمسافات كبيرة جدا بمعنى عدنا على الاقل هنا اكتر من 10 كيلومترات فلهذا شكل حبيبات سيكون صغير وبالتالي ممكن ان نسمي البنية في هذه الحالة ببنية محببة دقيقة هنا ممكن ان تكون محببة او محببة كبيرة بنسبة الجرانيت الاول هذا في الحالة المعين حصلنا على جرانيت على اختلاف بنيتهم لان رحظوا بنسبة الحالة الثالثة السهارة السي السهارة السي لا تقطع هذا المنحن وبالتالي فهي تتصلب مباشرة على السطح اذا تصلبت على السطح ما بقاش عدنا مفهوم ديال الجرانيت بل نحصل على صخرة جديدة نسميها صخرة الريوليت اللي هي صخرة سهارية بركانية بينما الصخرة ديال جرانيت الاول وقرانيت تاني هي صخور اندساسية لماذا اندساسية لانها تصلبت في الاعمق بينما هنا تصلبت على السطح بطبيعة الحال قد يكون تساؤل هو ماذا لماذا هد السهارة تتصلب في الاعمق وهد السهارة تتصلب على السطح الجواب ممكن ان يكون ايضا هو حسب لزوجة السائل السهاري في الحالة ا والحالة بي معا السائل السهاري هو اقل يعني دوبانا من الحالة السهارة بمعنى انه في الحالة السائل هو لازج وهنا سيكون سائل هو مائع بمعنى هنا يكون لدينا فيسك وهنا في الويد وبالتالي في الحالة لا يستطيع الوصول الى السطح بينما في الحالة نظرا لميوعته فهو يصل الى السطح ولا يتصلب الا عند السطح لهذا كخلاصة ممكن ان نقول انه عند تصلب السهارة الجرانيتية في موقعها او قريبا منه تعطي جرانيت انتكتي اشنا الحالة هي الحالة الاولى ثم عند تصلب السهارة في موقع ابعد من موقع نشوئها فانها يجب ان تخترق الصخور التي تعلوها وبالتالي ستعطي جرانيت اندساسي ثم في الحالة التالتة عندما تتصلب السهارة الجرانيتية على السطح فانها تنتج صخرة صهار يبركاني اسم منها مدى صخرة الريوليت اللي عندنا في السطح تمنى وتكون الفيديو فاتكم ونلتقي في فيديو مقبلة شكرا